خطة مرورية جديدة تنفذها الشرطة بالتعاون مع الهيئة المحلية بعد تشخيص دقيق لواقع الأزمات والمخالفات المرورية في بيت الحم انسجاما مع الخطة المرورية التي تم إعدادها والخطة الشاملة لشرطة محافظة بيت لحم من أجل تنظيم الحالة المرورية في المحافظة بدأنا بالنظر إلى الازدحامات المرورية الشوارع الحيوية والرئيسية ومراكز المدن من أجل العمل على إيجاد الحلول البديلة والخلاقة لتسهيل حركة المرور البداية كانت في العبيدية وفي دار صلاح وقد واكبتمونا في تلفزيون فلسطين اليوم انتقلنا إلى هذه المنطقة وكما ترى وتشاهد بأن هذه المنطقة حيوية وهي شريان واصل ما بين المناطق والتجمعات السكنية هنا واحد من المفترقات المستهدفة ضمن الخطة المرورية الجديدة المفترق اللي احنا موجودين عليه حاليا هو يعتبر من المفترقات المهمة في المدينة وهو يعمل في الساعات الذروية على خروج المركبات حال التفريغ للمركبات في مدينتي بيت جالا وبيت لحم وبالتالي من الضرورة أن نقوم على تنظيم حركة عبور المركبات وتحديد مسارها على هذا المفترق وتحقيق الاستدارة إن كان هناك حسب اقتراح المهندسين أن يكون هناك دوار بيضاوي أو ما شابه أن يكون هذا الدوار أو هذا البناء يحقق الاستدارة على مساحة الميدان المفترق بيت لحم مهد المسيح عليه السلام بحكم موقعها الجغرافي واقع البنية التحتية تحتاج لتكاتف الجهود للحد من الأزمات المرورية وخلق حلول إبداعية الشرطة تواصل تنفيذ خطة مرورية جديدة بالتعاون مع الهيئة المحلية وأما الهدف الأساس لها تخفيف الأعباء على المواطنين وأيضا المطلوب مساندة المواطن لتنفيذ هذه الخطة والوعي والثقافة والتواصل الدائم مع جهة الاختصاص على أدين العاب التلفزيون فلسطين بيت لحم شكرا